انت لما صح هو جاه هناك إنجاز فوزنا بكاس إفريقيا وكنا كلنا سعداء لكن علينا نتوقف ونقول كيف فوزنا بكاس إفريقيا ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الفوز وندرس الأسباب التي اديت هذا الفوز أكيد أن هناك سلبيات يخفيها الفوز يخفي هذه السلبيات فعلينا أن ندرس هذه السلبيات لكي نتجنبها مستقبلا زامبيا فزت بكاس إفريقيا في النسخة اللي من بعد ما تأهلتش حتى الجزائر فزت بكاس إفريقيا وراحت خرجت من الدور العول هذا يؤكد كلامي ويؤكد ما كنت أتكلم عليه في ذلك الوقت الوقت اللي أنت لو تتكلم عن المنتقب الجزائري بأي سلبية تخون والجميع يهاجمك ولكن أنا ما كان عندي ما يهمني أقوال الناس أنا كنت نشوف بنظرة المستقبل وبناء عن تاريخنا الكوروي بناء عن ما حدث لنا في السنوات السابقة نبني مستقبل هذا الفريق هذا المنتقب السنغالي في تلك النسخة كان يستحق كذلك الفوز بكاس إفريقيا وكان الأفضل منه في المباراة النهائية وكان قدم مستوى عالي جدا في تلك المباراة لا أحد تكلم عنه قال لك هو في الأخير التصريح الشهير أنه هو لعب مباراة كبيرة ولكن هو أدى الكورة وإحنا جبناه إفريقيا لكن بعد ثلاث سنوات هو أدى إفريقيا أنت ما جبت لا كورة ولا مستوى ترجمة نانسي قنقر